سلمة ورائك الانجاز عظيم امرأة صمضت دعمت وكانت السند فكيف المرأة التي شمل عطاءة وإيمانة مساحة الوطن؟ ميسان هي الملهمة وهي المعطاءة وهي الصامدة اليقفت وما تزال في خندق واحد مع الأب والأخ والزوج والابن للذود عن الوطن والمساهمة بينهدته سجل التاريخ صفحات مشرقة من مواقفها البطولية التي قدمت للعالم وقدمت دروس في المواطنة والانتماء وحب الوطن المرأة كانت الممرضة كانت الطبيبة الشافية المناضلة والمعيلة لعائلتها عن وجودها وعن دورة في خيارها والعائلة الأشمل على امتداد الوطن سنحكي اليوم مع ضيفتنا العميد الدكتور هودا أبو طبيخ صباح الخير صباح الانتصار وصباح المرأة السورية المناضلة صباح الخير صباح العزة صباح الشموخ صباح يحمل في طياته نسائم تشرينية يحمل عبق الرجولة والرجال المصر والانتصار في كل ذكرى حرب تشرين تحريرية يستحضر أبناء سوريا الشرفاء الأحرار روح القائد المؤسس الخالد في ضمائرنا أبدا طيب الله سراه عبق تشرين ويحملون له الرحمة والنور لروحه الطاهرة فكل عام وأنتم بخير كل عام وسوريا شعبا وجيشا وقائدا بألف خير إن شاء الله منصورين والجرحة طبعا سنتمنى لهم الشفاء العاجل لأنهم يكملون مسيرة التحرير نعم يساعد صباحك عن جديد سياد العميد يعني اليوم دائما نحنا كنا نحكي عن المرأة المرأة السورية موجودة بكل مفاصل الحياة نعم عم تكون هي سند وداعم موجودة بكل شيء لتكون داعم للرجل حلنا نرجع لحرب تشرين التحريرية ونتذكر كيف كانت المرأة بهذاك الوقت كان إلى دور طبعا سوريا الأم سوريا الأرض الطيبة الطاهرة هي سيدة بتمييزها الأرض هي السيدة ويتمييزها وتألقها فكيف بالمرأة السورية والتي هي ابنة هذه الأرض الطيبة الطاهرة فهذه قيمة مضافة إلى مكانتها ودورها الذي طلعت به في كان حرب تشرين أم غيره وهي مستمرة وما زالت في حرب تشرين التحريرية طبعا كانت لها دور مبرز ومتميز ولقد تفردت به في الخطوط الأمامية لقد كانت تمد المقاتل بالماء والغزاء بالإضافة إلى أسعاف الجرحة ومداوات المصابين هذا لا يعني أنها كانت منفصلة بعملها في مؤسسات الدولة وإضافة إلى عملها في جبهة كان هناك بمفاصل الدولة ومؤسساتها تقوم بعملها على أكمل وجه فهي صنو الرجل وعملت جنبا إلى جنبه في كافة مجالات الحياة ولقد برزت بدورها ولها بصمة في كل مجال إن كان بالهندسة إن كان بالأمور الصحية إن كان بالمعامل إن كان بالأرض الزراعية المرأة السورية قامت بدورين دور الرجل والمرأة خاصة أنها أعدت وربت وأنشأت وزجت إلى المعارك للدفاع عن حياض الوطن فلقد كان دورها مضاعف وهي المرأة عملت جاهدة لتغيير ثقافة الهزيمة والانكسار وأبدلتها بثقافة الثقة والانتصار فكان لها دور مبرس في حر تشرين تحريرية وكان للقائد الخالد طيب الله ثراه وألف رحمة ونور على روحه الطاهرة نظرة ساقبة ورؤية استراتيجية واستشرافية بأنها مكملة لدور الرجل مما كانت مهدت لعمل عسكري هي بحر تشرين تحريرية كانت الأم الصابرة الجسورة كانت تستقبل الشهداء بالزغاريد وبالرياحين وكانت تشد أزر المحيطين إن كان مقاتل أم غير مقاتل فكان لهذا الدور الأكمل ولا يمكن لدور أي مجتمع أو دولة بمعزن أننا نتكلم عن سوريا الحبيبة ما لم يكن هناك تلاحم ولكافة شرائح المجتمع كعمل متكامل حتى إبراز دور أي انتصار أو أي نجاح في مجال أي حياة لابد أن يكون كل شرائح ومكونات المجتمع تعمل جنب إلى جنب نعم سيادة العالمية حضرتك تحدثت عن دور المرأة السورية خلال الفترة الماضية وخلال حرب تشرين التحريرية اليوم دور المقاتلة السورية ما زال مستمر دور هذه الأم لماذا زالت تستقبل بالزغاريد والرياحين أبطالنا وشهدائنا من الجيش العربي السوري خلال فترة سنوات الحرب نتحدث عن دور المرأة المقاتلة لابد هنا أن أعرج إلى نشأة الانتساب إلى المجال العسكري أو الكلية العسكرية للبنات في عام 1981 كان هناك تخرج دورة مظليين للشباب والشابات فطالبنا الشابات بأن يكون لهم دور بالانتساب إلى الكلية العسكرية للبنات وكان ذلك في عام 1981 وكانت الطالبة إلى جانب رفيقها الكلية الحربية بحمص ومن ثم وضع حجر الأساس في عام 1984 للكلية العسكرية للبنات ولقد افتتحت بشكل نظامي بعام 1987 وكنت أنا من الطالبات التحقنا بالدورة الأولى في الكلية العسكرية للبنات طبعا هذا لم يكن لولا الرؤية الاستشرافية والرؤية الساقبة للقائد المؤسس الخالد في ضمائرنا بذلك فهو الذي أقر افتتاح والانتساب إلى الكلية العسكرية للبنات فكان لها دور مبرز وهي تدربت ودرست نفس المنهاج الذي تدربه ودرسه رفيقها الطالب في الكليات الحربية الأخرى وعملت جنبا إلى جنب في مجالات عديدة ولقد كانت في الخطوط الأمامية وهناك من من السيدات قضينا شهداء رحمة الله عليهم وكانت أيضا في هذه الحرب اللعينة الجائرة على سوريا قاتلت العطبات المسلحة بكل جسارة واقتدار وبسالة إضافة إلى أنها كانت أم الشهيد وأخت الشهيد أو ابنة الشهيد كانت مقاتلة السيد الرئيس القائد المفدة بشار حفظ أسد أصدر لأجل تطويع كتيبة مغاوير فكنا منهم القناصات وكان سائقات الدبابة ولقد برزنا في هذا العمل ولقد كنا متفردات به لأن المرأة تحمل الكثير من الميزات والصفات النوعية بالصبر والمهارة والدقة ولقد كانت أيضا إضافة إلى ذلك كانت مراسلة حربية كانت مراسلة حربية في الخطوط الأمامية وبالسنوات الأولى من الحرب الجائرة على بلدنا الحبيب عندما عملت حملة دعم الليرة السورية فقدمت نصاغها لدعم الليرة السورية نعم بكل منحة وبيكل منحة المرأة السورية إلى دول سات العبيب نعم بس أضيف إضافة المرأة السورية هي كسوريا المرأة السورية هي كسوريا الأم كما سوريا صدرت الأبجدية الأولى إلى العالم أيضا هي صدرت الصبر الفداء التضحية فكانت مرجعية في هذا وهي أن أثبتت أن سوريا هي العاصمة الكونية في محاربة الإرهاب بعملها المتباين والمختلف وكانت جنبا إلى جنب إضافة إلى ذلك هي حفزت وكانت أثناء تشييع الشهداء تقول أنا قدمت ابني أو أخي إلى كذا نحن كلنا مشاريع شهادة وأنا على استعداد أن أقدم كل ما عندي من أسرة إضافة إلى التنشئ القويمة وأن دائما كان في أعماق كل سوري الشهادة أو النصر ونحن طبعا نطمح دائما إلى النصر إن شاء الله يا رب نبعون الله تعالى